احتفاء كبير حصده ألون ماسك عندما أعلن عن نجاح شركته نيورالينك بزراعة أول شريحة إلكترونية في دماغ إنسان إلا أن هذه الخطوة لم تكن إلا البداية زراعة الشريحة ليست العنصر الوحيد الحاسم لنجاح اختراعه ولا يزال أمام ماسك طريق طويلة لإثبات فاعليتها إليكم التفاصيل شركة الملياردير الأمريكي تنتظر حاليا تعافية المريض الذي أجريت له العملية وبعدها يبدأ الاختبار الحقيقي ماسك أكد في لقاء مع وسائل إعلام عالمية أنه ستصدر خلال هذا الأسبوع النتائج عما إذا استطاع المريض التحكم بالفعل بهاتف وحسوب عبر أفكاره هذا هو الهدف الأساسي أصلا من الشريحة التي وعد ماسك بأنها ستستطيع إعادة البصر للمصابين بالعمى وحركة العضلات للأشخاص العاجزين وحتى لو نجح المريض بالتحكم بالهاتف عبر أفكاره فإن طرح هذه الشريحة في الأسواق لن يكون في أي وقت قريب مختصون بأبحاث الدماغ بجامعة أم آي تي الأمريكية أشاروا إلى أن نجاحها على مريض واحد ليس كافيا وتتطلب المزيد من الاختبارات للتأكد من عدم ظهور أي خلل في الشريحة مع الوقت عبر إجراء المزيد من العمليات على مرضى آخرين محرين